بالنسبة ليسأل يقول آر الكوابيس سيدنا رسول الله يقول عن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرؤية الحسنة من الله أرؤية حسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله هايلك حبيت أنفهمكم النف النف تنسف ثلاث مرات عن شمالك أعوذ بالله مما رأيت زيد أعوذ بالله مما رأيت هذا هو النف ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تذرek أعوذ بالله مما رأيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مما رأيت فإنها لا تذره النفث هو نفخ لطيف لا ريق فيه واذا سلفية جابونا في الجوامع يكونوا يصلي ومبعد كاش ما يتشوش عليه بليش في رأسه ينفت على الإنسان اللي قدامه يبزق لك فيه قيم فيه ودنك يبزق ثلاثة مرات هذا خطأ واحد الصحابي واحد الصحابي مريض مسكين وعنده الجن وجاء للنبي صاسم قال له يا رسول الله في قيام الليل مع أنت راه وحده في داره كي نقوم الليل ونصلي يجين الشيطان يفسد عليها صلاتي قال له كي يجيك الشيطان أنفث عن ياسارك ولا عن يمينك أنفث هذا راه وحده مش في وسط الجامعة في الجامعة شفناهم وحدنا كنت نصلي حتى شو واحد ينفث لبزاق تعو فيه ودني كي كم من قلت له قلت له أكتنفث أكتشوف الشيطان تنفث عليه فيه ودنه كاريتة هادي ولا هدو قل يحل رجليهم يحل رجلوا حتى يفسك رجلك هذا ليس من السنة السنة أنتقف وقفة الرجل المعتدل المهم النفس في الصلاة يبطلها أف لما تقول أف أف أربي قال ولا تقول لهم أف آلف وف والكلام في الصلاة يبطلها وأقل الكلام حرفين هاك شفتك أهدرت صلاةك باطلة وانت تقول بليني نطبق في السنة سائل يقول أنا محمد من العاصمة هل يجوز لي أن أصلي صلاة الصبح عندما أستيقظ مع العلم أني أقوم للصحور الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله يعني الصحور تنود باش تطبق السنة وتخلي الفريضة كيف هي السي محمد تنود باش تصحر طبقت السنة وما دا غير تأكلت تقلت أو ما يروحك في الفراش ولا أنت منع لي يجيبوا لك الماكلة للفراش باش ما تنود صح للفراش تأكله وتغطي راسك الله يهديك لا يجوز لك هذا كيف تنود تصحر وبعدها ترقد باش وبعدها تصلي يعني تحرص على السنة والضيع الفريضة انت رأك كي ما هدك لي تبحرت له عشرين ألف فالضلمة راح شعل ميتين ألف شعل ميتين ألف وبدأ يحوس عليها الله يهديك يشعل ميتين ألف باش يحوس على عشرين ألف سائل يقول ما هو دعاء النوم أكتب عن البراء بن عازي بن رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن وهذه مسألة أحبيت أنبهكم السنة تبدأ علمنا كي الناس يعتقدوا بالسنة يقعد علمنا ويقعد علمنا حتى ينود لا لا أبدأ علمنا واش عليه تقلب بعد ذلك لا بأس أبدأ علمنا جيب الدعاء وبعدها تقلب كما تشاء إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال أكتب اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك شوف هذا الدعاء شعى الجميل شوف هذه الكلمة شعى فيها النور وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري نعود نقول الدعاء وحفظه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده شفت وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور هذا دعاء النوم الإنسان المسلم يختلف عن غيره في كل شيء أنت إنسان مسلم كاين يبات معه في المهندو ومن بعد يحيي يقول يا سيد شير أنا نشوف الكوابيس يبات معاه في متعة راكيلة ولا أفلام الرعب ولا أفلام الفسق والحرام في شهر رمضان يعلن الحرب على الله ومن بعد أنا نشوف كوابيس أو يخرج لي واحد في المنامي ما يشي يخرج لك تغيب واحد يخرج لك الجنون في منامك حسبنا الله نعم الوكيل سائل من تونس يقول ما حكم المأموم الذي يصلي مع الإمام التراويح فإذا حضرت الويتر جلس ولم يصليها مع الإمام بحجة أنه سيصليها في بيته أول حاجة ندعو لتونس بالأمن والأمان والسلم والسلام تونس بلد العلماء تونس بلد الصالحين تونس بلد الأتقياء تونس بلد الرجال رأي تتعرض إلى هجمة شريسة ممن لا يتق الله ويخشاه من هؤلاء الذين يريدون أن يملأوا أوطان المسلمين بالدماء اللهم أحقن دماء أهل تونس اللهم أحقن دماءهم اللهم ثبتهم اللهم صبرهم اللهم قوهم اللهم وحد صفوفهم اللهم أحقن دماء أمة محمدين صلى الله عليه وسلم اللهم أجبر كسر أمة محمدين صلى الله عليه وسلم اللهم وحد صفوف أمة محمدين صلى الله عليه وسلم سائل من تونس يقول ما حكم المأموم يصلي مع الإمام التراويح فإذا حضرت الويت جلسة ولم يخرج ولم يصلي مع الإمام هذا مكروه كراها شديدا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به الواجب عليك إذا حبيت تخرج تخرج من المسجد وتذهب لتصلي الويتر في بيتك إذا كان شأن قيام الليل أو أردت أن تقوم أو أن تنفل ولكن أن تجلس لا تصلي مع الإمام ولا تخرج يقول حكمك حكم ثغر في الصف كأن هناك ثغر في الصف رجل لا يصلي بين قوم يصلون لا تجلس هذي فيها كراها شديدا ونصيحتي لأهل تونس أن يتغلبوا على الفكر الوهابي بفكر الزيتون عليكم أن تعودوا إلى منهج الزيتون وآئمة الزيتون وشيوخ الزيتون عودوا إلى الطاه بن عاشور وإلى الإمام النيف وإلى كل علماءكم الذين أنتجهم الزيتون والذين ملأوا الأرض سلما وسلاما وملأوا الدنيا علما وعلوما وملأوا الدنيا بتفسير القرآن والاعتدال والحب في كل قارات العالم إذا أردتم أن تتغلبوا على العنف وعلى الوهابية وعلى الفكر المتطرف عليكم أن تعودوا إلى علم الزيتون هذا الذي يقي تونس أما غيرها وأما مسك العصى من الوسط فلا ينفعكم هذا فكر متطرف يبدأ بتحريم التفكير ثم بالتكفير ثم بالتفجير هذه الحقيقة حتى الدولة الجزائرية حتى العالم الإسلامي حتى السعودية ما لم يعترفوا أن الوهابية فكر متطرف قاتل لا يجوز اعتناقه ولازم يسجلوه كفكر متطرف يحذر منه والله تبقى الدماء تسيل ركو شفت مساجد الشيعة في الكويت ومساجد الشيعة في السعودية تفجر ويقتل المسلمون وهم في صلاة الجمعة وتسيل دماؤهم حسبنا الله ونعم الوكيل لأن الوهابية قالوا لهم هؤلاء كفر اقتلوهم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم يا رب احفظ بلاد المسلمين وإلى حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته